معناته اللي بدو يطلع من الحارة انا وكل شبابه ورجاله وناخد معنا الشباب الفلسطينيه يعني ما بدي حدا عمره من فوق 17 سنه يضرب الحارة سبق وخبرتكم انا ما بترك الحارة لو علاو طعرقتي انا ما بحسن روح معكم ابو حاتم انا ازا بيمشي ساعة واحدة بيجعني رجلي ابو حاتم انا منايه يطلع معكم بش بهالحالة بيسكر الفرن ميه بدو طعمي الناس اسمحوا لي والشغلي يا جماعة شرف انا كمان ما رح روح معكم وليش وا ما رح تروح معنا بس ابتضل هون بيحبسوك بيحولوك على المحكمة مينو هذا اللي بدي اقتو على المحكمة ايه علي ما علي بشخطه وبحسب الله ما خلقه لك يا ابني لا يكلف الله نفسا الا وسعها والبني ادم مننا لازم يعرف مقديرة نفسه وهدول معا ما يلعبوا الجماعة مجاهزين جيش ومدفعي ونحنا خايفين عليكم الشباب اكتر الشي لان الكبارية والعجاز هدول بالاصل مو خايفين من هون ماليش اسمحولي انا ما رح اترك امي وعيالي لحاله بدي ضل هون حتى لو عدموني انت حر بس لازم تعرف انت وكل شي بدو يبقون بالحارة انه العسكر رح يحاول يعرفوا كل شي عنا من خلال كون حتى لو استعملوا معكم القوة طمّن يا ابو حاتي اذا بياخدوا هالروح حي اهول من انه ياخدوا منا كلمة وعدي عن كل شي صار بالحارة شه؟ خلاص عمي ابو حاتي انت عملت اللي عليكم الباي على رب العالمين عمي ابو حاتي انا كمان محابل بتروك الحارة خليني هو الأحسن انت بالذات بدك تمح معي اول واحد لعدونه بس بك يا شماعة انتو ما بتعرفوا قديشكم غاليين على البي وما بريد انخمش طفر واحد بيناتكن بس هي حارتنا شرفنا ايه بس يا عمي ابو حاتي ما بيصير نفضل الحارة من نرجالها يعني انت نسان معنا ولاد ونسوان ندمي ندافي عنهم لا يا ابو ديب ولا هاي ما حبيت منك ابنوب كل بيت بالحارة هو بيتنا وكل حلمة بالحارة هي اختنا واللي بدي ضل هون جواك الحارة هو مسؤول علي كل السلام عليكم السلام عليكم خير رب سليم كالنوراكم مصيبة ويتالت عمي ابو حاتي مصيبة ازل شاكك فيه مصبوط ساعة اول واحد نرجالي حارة بتطلع براتي رطيف شوف عمي ابو حاتيب الكيس ما بخوش من هون انا خايف كل مهرهر عند اول قناية ويشكو فينا انا رح انزل تقديس عالموضوع كلياتو برجع بتطمنكم بس يا معتز بس شو عمي ابو حاتيب بس شو انت بتعرف منيح انه ما ضل عنا وقت والليلة اش كان ما اطلعنا من الحارة الفرنسا ويبدو يفوتوا على الحارة ويمكن يضربونا بالمدفعية مصبوط بس انا خايف عليك خايف عليك ازا الحكي اللي عمي حكيه صارت صح معناته اللي حكيه يبوش شاك الدرك شو ما كان يكون عمي ابو حاتيب شو ما كان يكون الواحد مننا لازم يضحي منشان الكل زعيد تعبيلي شوية حنطة بشي انا معلي موافية تركوا يا عمي ابو حاتم لازم واحد مننا ينزل يشوف شو القصة بعدين معتز قد وعدو عصام هادا كتير كتير بعدين الجماعة لسه لحد هلا ما هم نعرف ان اشتلقوا ولا الاخر عمي ابو حاتم لا تاكل همك رمال الله انا اسلاح ومعمني اش كان صار ما صار شي انا ماني حاسب حسابه بغدر دافع عن حالي وهن معناها ميسر اخي ودير بالك على حالك يلا صهري بغدر بغدر انا معنا بغدر 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 كمان لازم الشباب يديروا بالوا الاكتر لين طلعت لنا الفختي اي ثاني صورت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المصدر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة